موسيقى يا مساء الخير والحب والسعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكي أنه على شاشة القناة الأولى بنعيش الحاضر وعنين على المستقبل واللي ملوش ماضي زي ما دايما بنقول كده لا ليه لحاضر ولا مستقبل عشان كده دايما معاكم في برنامجنا في يحكي أنه بنكون حرسين جدا على أننا ما ننساش ماضينا بكل رموزه الأدبية المهمة وفي نفس الوقت نتعرف كمان على الجيل الجديد من الشباب وكتاباته وإلي بيفكر فيه وفي كل مرة بنتقابل فيها مع كتب جديد من الشباب بنتأكد أن مستقبل الكتابة الأدبية في مصر من أفضل لأفضل وقبل ما نبتدي حلقتنا معاكم ونتعرف على كتابنا النهاردة تعالوا نشوف مع بعض تقرير عن البستسلر أو الكتب الأكثر مبيعا زي ما احنا متعودين ونرجع على طول نكمل حلقتنا يحكى أنه بيقدم لكم الكتب الأكثر مبيعا في المكتبات الإسبعدة وفقا لتنويهات دور النشر على مواقع التواصل الاجتماعي الإسبعدة احتلت الصدارة الكتب التاريخية وكتب التنمية البشرية وكمان الروايات الأدبية رواية أوراق شمعون المصري للكاتب أسامة عبد الرؤوف الشزلي تصدرت قائمة البستسلر في عدد من المكتبات الرواية بتجمع ما بين الأحداث التاريخية والزاوية الدينية المرتبطة بلحظة خروج اليهود من مصر مع نبي الله موسى وتدعيتها التاريخية وكالعادة كانت أعمال الإثارة والتشويق حاضرة في القائمة الإسبعدة وتحديدا مع رواية أنين الدمى للكاتبة نور عبد المجيد الرواية بتدور أحداثها حوالين جريمة بيحاول البطل حل لغزها لكنه بيكتشف وراها جرائم تانية أكثر غموضا من الكتب اللي ضمتها القائمة أيضا كتاب لا بطعم الفلامينكو للدكتور محمد طه ورغم أن الكتاب صدر عام 2019 إلا أنه بيحقق مبيعات كبيرة لحد دلوقتي وخصوصا أن الكتاب بيقدم إرشادات علمية لتنمية الزات ومفاهيم التغيير والاستقلال وبر الوالدين كمان الكاتب أحمد مراد مازال متواجد بقوة في قائمة البست سيلر برويته لوكاندة بير الوطويت اللي بتدور أحداثها حول جريمة أتل بتقع في لوكاندة صغيرة في حي السيدة زينب خلال القرن الثمنت عشر ورغم سيطرة أدب الرعب وكتب التنمية البشرية وكتب التاريخ على القائمة اللي أن الرواية الاجتماعية كانت حضرة بقوة أيضا الإسبعدة وتحديدا مع الكاتب عزة القمحاوي ورويته غرفة المسافرين دي كانت أهم الكتب اللي اتصدرت المبيعات في المكتبات المصرية الإسبعدة استنونا الإسبوع الجي في نفس المعاد مع قائمة جديدة من الكتب المميزة ومن الكتب الأكثر مبيعا لشخصية الحلقة وشخصية الحلقة النهاردة هي الأديب والناقد الأدبي الأستاذ يوسف الشاروني وهو واحد من أهم الكتاب اللي أثروا في الحياة استقافية بشكل كبير جدا في مصر ورائد من رواد القصة القصيرة واللي توفى في 19 يناير عام 2017 تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونتعرف عليه أكتر ونتعرف على مشواره الأدبي ونرجع نبدأ حلقة كفنان تشكيلي معجون بماء الموهبة والجنون رسم الأديب الكبير يوسف الشاروني قصصه القصيرة وكأنها لوحات فنية حتى لقبه أبناء جيله برائد الاتجاه التعبيري في كتابة القصة القصيرة بدأ الشاروني رحلته مع الأدب عام 1954 عندما نشر مجموعته القصصية الأولى العشاق الخمسة وتوالت بعدها إبداعاته ليقدم أكثر من ستين عملا تنوعت ما بين القصص القصيرة والترجمات والروايات وأهمها مجموعته القصصية رسالة إلى امرأة وآخر العنقود والأم والوحش درس الشاروني الأدابة والفلسفة وتدرج في مناصبه الوظيفية حتى أصبح وكيلاً لوزارة الثقافة وهو واحد ممن تولوا رئاسة نادي القصة بالقاهرة نظراً لإسهاماته البارزة في هذا المجال ترجمت أعمال الشاروني إلى الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية وتوج تلك المسيرة بحصوله على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى ووسام الجمهورية من الطبقة الثانية عام 1979 لم يتوقف مشواره مع الجوائز عند هذا التكريم الكبير ففي عام 2001 كرمته الدولة بمنحه جائزتها التقديرية في الأداب وظلت إسهاماته الأدبية مستمرة في مجال الترجمات والدراسات النقدية والتراثية حتى رحل عن عالمنا في التاسع عشر من يناير عام 2017 وده كان تقرير شفناه عن الأديب والناقد الأدبي للأستاذ يوسف الشاروني وهو كان من الكتاب المخلصين جداً لألمهم وللكلمة اللي بيقدموها للناس وكان عنده لون من ألوان الأدب العشقي والمهتمين بي علشان كده بيعتبر معرض القاهرة الدولي للكتاب من أهم الأحداث الثقافية اللي بينتظرها محبي وعشاق القراءة في مختلف المجالات والموضوعات إنهم طبعاً بيلاقوا هناك كل حاجة بيهتموا بيها وجميع ألوان الأدب وجميع أنواع الأدب بتكون موجودة خلال أيام وليلة من شهر يناير الحالي هتنطلق فعاليات الدورة الثلاثة وخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب وبالتحديد من ستة وعشرين يناير لسبعة فبراير اللي جاي وكانت وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبدالدايم عقدة مؤتمر صحفي تحت رعاية سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أعلنت من خلاله تفاصيل الدورة تلاتة وخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب واللي هيقام تحت شعار هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل وطبعا كاميرا يحكي أنه ما كانش ينفع تفاوت المؤتمر ده وكانت موجودة عشان نقدر نعرف أكتر عن تفاصيل الدورة الجديدة للمعرض والجديد اللي هيكون موجود في المعرض تعالوا مع بعض نعرف إيه اللي هيكون موجود جديد في معرض الكتاب ونرجع على طول نكتدي كلامنا عن كتابنا اللي هيكون معانا النهار يسعدني اليوم إعلان إطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين والذي يقام تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تأتي الدورة الحالية تحت شعار هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل وتتواصل فعليات الدورة خلال الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل بمركز مصر المؤتمرات والمعارض الدولية وتحل دولة اليونان كضيف شرف المعرض وتم اختيار الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتابة أطفال كما تم استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي وزيادة قيمة جوائز المعرض إلى 40 ألف جنيه بدلاً من 10 تلاف جنيه في كل مجال ثقافي بالتعاون مع البنك الأهلي قوية مصر هي القضية التي يطرحها المعرض هذا العام ويناقشها ويركز عليها جهود وزارة الثقافة المصرية التي أصرت أن يكون المعرض واجهة ثقافية لمصر والوطن العربي الحمد لله احنا اتشرفنا بوجودنا السنة اللي فاتت في الدورة 52 وهي فعلاً كانت دورة استثنائية والحمد لله قدرنا أن احنا يعني نكون قد التحدي إلى حد ما وعملنا المنصة الإلكترونية لمعرض القاهرة الدولي الكتاب وهي كانت المنصة رائدة في مجال المعارض وفعلاً في دول كثيرة جداً من الدول اللي بتقيم معارض على مستوى العالم أخدت أفكار من الأفكار اللي احنا طرحناها في المنصة الثانية الفاتت وده كان يعني بالنسبة لمصر حاجة كبيرة جداً وحاجة شرفتنا احنا على المستوى الشخصي ورجعنا لكم مرة تانية ودلوقتي جيب عدنا بقى مع كتابنا النهاردة واللي هيكون بالنسبة لنا زي آلة الزمن اللي هتاخدنا وترجع بينا لسنين كتير وراء والحقيقة إنه فيه تفاصيل كده يمكن كل جيل التسعينات ما قدروش ينسوها زي مثلاً شريط الكاسس زي الفيديو زي الأتاري زي سلاسل الجيب زي أحلام بسيطة كلنا كنا بنحلم بيها ويمكن لما كبرنا في منا اللي قدر يحققها وفي منا اللي لسه بيحلم جزء كبير جداً من حياتنا اتقضى في التسعينات والأحلام دي احنا بنعيشها النهاردة وإحنا كنا ما نتخيلش الحقيقة العصر اللي احنا موجودين فيه دلوقتي يعني زمان أيام التسعينات مين كان يتخيل إن احنا النهاردة في إيدينا تليفون زي ده ممكن نعرف بكل حاجة بتحصل في الدنيا التفاصيل كتير قوي تغيرت بس عايز أقول لكم إن الكتاب اللي هنتكلم عنه ومش بس بيتكلم عن الماضي هو كمان فيه نظرة مهمة جداً للمستقبل يعني أنا على المستقبل الشخصي الحقيقة كنت فاكرة أكتر نستالجي أو كنت فاكرة أكتر بيتكلم عن اللي فات لكن هو ما طلعش بيتكلم عن اللي فات بس هو بيتكلم على اللي فات وبيتكلم كمان على إيه اللي جاي والحقيقة إن هو لكاتبة شابة جميلة الكاتبة اسمها بريهان أحمد وهي من ورانا النهاردة وده بيعتبر أول كتاب لها كتبت قبل كده يمكن قصص قصيرة لكن ده بيعتبر إن هو أول كتاب لها الكتاب مشارك في معرض الكتاب وإن شاء الله يحقق نجاح كبير أهلا بيكي بريهان أحنا بحضرت أزايق الحمد لله كوي أولا مبروك على الكتاب مبروك على مشاركته في معرض الكتاب وأعتقد إن دي بالنسبة لأي كاتب يعني خطفة مهمة وخطفة مفرحة جدا ده أكيد طبعا أكيد أنا مبسوطة أن أنا أشارك في معرض الكتاب تحت شعار الهوية أكيد كتاب اسمه بقايا التسعينات بقايا جيل التسعينات بقايا جيل التسعينات طيب بقايا جيل التسعينات العلامات المميزة في التسعينيات. بس أنا عرفت منك أنه هو يتكلم عن الماضي وعنده نظرة مستقبلية كبيرة. صحيح. كلميني شوية عن الموضوع. هو الكتاب طبعا هو مجموعة قصصية بتتكون من عشر قصص مختلفة متنوعة بتدور في زمن واحد. الزمن ده بيتحدد من خلال الشخصية بتاعت كل قصة. كلهم بيمروا بنفس المرحلة الزمنية. في حاجة معينة أثرت فيهم. وبقايا جيل التسعينيات هي اللي تم اختيارها أنها تكون اسم المجموعة. هي أصلا القصة فيوتشرزم. بتتكلم عن المستقبل. ولكن بتنتقد المستقبل وفيه رؤية تانية لها للعالم الافتراضي. وتوغوله في حياتنا. وقد إيه هو موجود. وقد إيه بيسحبنا من وجودنا ومن الأحياء ومن حياتنا الاجتماعية مع بعضنا البعض. فبيقولني فيه جهاز جديد هيبقى اسمه آي جورن زي الآي باد. وده هيبقى فيه انتخاب للصفوة من الصحافة والمزعين. وهيتم طبعا أن ما سبيرو بيبقى فيه حاجات يعني التاريخ موسق فيه. فمش بيتم العودة ليه. وبيتكلم برضو الحاجة تحت شعار معرض القاهرة الدولي للكتاب. إحنا إشعارنا الجديد في الدورة 53 هي الهوية. وهي برضو بتبحث عن الهوية. إن التاريخ زي هيتم تمسه لو إحنا استغلين عن الكتاب بالعوالم الافتراضية. كمان صورة الأموات اللي بيتم إعادتها مرة تانية. فزي إن الواحد ممكن يصنع لنفسه غرفة يقعد فيها مع الأحياء فقط. مع الأموات فقط. متناسي إن فيه جنبه ناس تانية أو أحياء عايشين يعني حواليه. فده كله بالنظارة ذكية اللي هي بيتم الضغط أون وقف عليها. فبالتاني الناس تبمشي بس هائمة. كل واحد في العالم تاني مختلف. أنا مش مستغربة اللي أنت بتحكيه لإن اللي إحنا وصننا له النهاردة ما كانش حاجة يتوقع. ده أكيد. يعني زمان لما كنا بنتفرج على أفلام مثلا أمريكاني زي ميناوريتي ريبورت وزي حاجات كثيرة جدا. كان لها علاقة برضو بالعالم الإفترادي والتصور والتكنولوجي. كنا نبص ونقول إذا مش ممكن الحاجات يتحصل في الحقيقة. إحنا دلوقتي عندنا اعتقاد إن أي حاجة ممكن تحصل. وإن التكنولوجي قادرة إن هي توصل لأي حاجة. يعني قادرين إن هم يوصلوا لأي حاجة. ده حقيقي فعلا التكنولوجيا كل حاجة بتطلع بشكل صغير جدا زي الفيسبوك أو المبادئ. كان مجرد عن عالم اجتماعي بيتم التواصل من خلال المسنجر أو الدردشة عليه. يعني بعد كده ابتدى الأمر يتطور. بعد كده ظهر برامج زكية. زي خاصية إعادة الأموات إلى الحياة وتحريك الصورة. على قد ما هي كويسة. على قد ما هي ليها أضرار. طبعا. وده بيبقى مجرد حاجات تجربية لحاجات بعد كده. أنا شفتها الأبليكيشن دي اللي أنت بتتكلمي عنها. وفيه فعلا أنه هو مارك في آخر حوار ليه. كان في قوضة 3D. وبيقولك إن إنت إزاي تنشي اجتماع. أكنك قاعد في حجرة الاجتماع بالضبط. فهي نفس الفكرة. فمن أجمل أن يتم تصويغها في قصة قصيرة سردية. الكتابك أخذنا للعالم الإفتراضي وأخذنا للجاي. بس هو كمان كان فيه نظرة للماضي. وكان فيه نظرة على الماضي. وكان فيه رجوعنا بقى لجيلنا والجيل التسعينات والعلامات المميزة في جيل التسعينات. زي الشيط الكاسد. زي التليفون. تيجي نشوف الغلاف ونشرح من خلاله. وتعيه. الغلاف بقايا جيل التسعينات. زي ما انتم شايفين شريط الكاسد والتليفون القديم اللي كان بقرصة ده وكنا باللف وزمان. والتليفزيون القديم وبعض التفاصيل اللي ليها علاقة بقى كمان بالمجتمع المصري والعربي. عندنا الزلزال بتاع مصر. مظبوط. محمد الدرة. بالتأكيد. يحكيلي بقى. يحكيلي شوية عن الغلاف فصصي. هو لي كده. طيب. بالنسبة للشراية التسجيلية دي. هي لها قصة طبعا. الشراية التسجيلية دي. كان في حدثة حصلت. وانا كنت متأثرة فيها بحياة كاتب معين. بيتكلم في اللقاءات. ان كان ليه صديق يعني غالي عليه جدا. والصديق ده كان لسه مرض الانفصال ما ظهرش. وما كانش في التسعينات في يقين قوي بعالم طب النفسي. كان العيب ومش الناس ما تتعاملش كانت معي زي دلوقت. ايو ازاي انت هتقول المريض نفسي يعني مجنون. اه. مع العكس ان المريض النفسي مش مجنون. واكثر مرضى الانفصام هم مبدعين في الاساس. طبعا فيه زي فيرجينيا وولف. هي كتبت اخر رواية ليها. وكانت بتتنبأ بانتحارها. او هي كانت بتكتب قصة انتحارها. ان هي بتواجه بتواجه غول او شبح بتشوفه. ومفيش حد تاني بيشوفها بيشوفه غيرها. فده كان ادى ان هي تحط في المعطف بتاعها حجر. وتروح عند البحيرة اللي قرب بتها وترمي نفسها. فينست فان جوخ برضو كان ليه اشهر لوحة لوحة مرصعة بالنجوم. ودي كانت اشهر لوحة ليه معروفة. وبيتم الدراسة عليها. وكمان الطب النفسي اخدها يعني كتطبيق للمرض بتاعه. دي كانت بتوصف حالته والهلاوس اللي بيشوفها. حتى انت لو احنا جينا بصينا هنلاقي ان دايما فيه امواج حوالين اللوحة. النجوم. السماء داخلها. فيه تداخل الوان. فيه علم تاني هو لا يراه. فده دي كانت القصة دي. القصة دي بقى انه فيه واحد كان دايما اهله بيضربوه. بيجيبولوه شيوخ. مش عارفين يتعاملوا مع المرض. فهو في الاخر سجل على الشراي بتاعت محمد عبدالوهاب وعبدالحليم. وقال انا لازم انا شجاع. انا هالك. انا هرمي نفسي. فده كصة انا تأثرت فيها من الكاتب انا بحبه جدا. هو بطلع حكاياها. وفي نفس الوقت انا قعدت ابحث كتير عن مرض الانفصام. وكان فيه مراجع سواء بالعربية او بالانجليزية قريت عنها. سواء برامج بيتم الكلام فيها عن مرض الانفصام. هو مرض خطير جدا. طبعا طبعا طبعا. طيب خلينا نتكلم معاكي شوية عن جيل التسعينات. ويمكن فيه ناس ممكن تكون بتتفرج علينا مع شوش جيل التسعينات. مش كل الناس عاشت جيل التسعينات. احكيلي شوية ايه اكتر حاجة كانت بتميز جيل التسعينات من وجهة نظر. اكتر حاجة يعني انا في القصة بقول بتاعت بقايا جيل التسعينات. ان دايما كل زمن لازم يبقى فيه زمن تاني مفاحب لي. يعني مثلا احنا كجيل التسعينات تمانينيات وهكذا. هنلاقي مثلا جيل التلاتين اللي هو بتاع جده وتيتا مصاحبين معانا في الزمن ده. هما اللي بيحكلنا هما الشواهد على ده. ففي القصة هي شاهدة على هذا الزمن. اللي هو خلاص مع تطور المستقبل هي بقايا جيل التسعينات. فبتحكي حوادث كتير. بتقول احنا احنا لنا كانت فيه طفولة حلوة قوي. الطفولة اللي كان فيها التليفون. التليفون مش واخدنا. يعني ما كانش سمارت فون. ممكن انا ابعد معاكي بس انت مركزة في حاجة تانية. فاحس ان انت مش مدياني جزء من وجودي او كانونيتي وانا معاكي. وهكذا. اجمل حاجة كانت بتميزنا التليفون. اجمل حاجة شرائط الكاسة اللي احنا كنا بننزل نشتريها مثلا من روكسي والاماكن الجميلة وكمان مش بننزل مجرد نزول. لا ده احنا بنتمتع بالاماكن الاسهرية اللي موجودة هناك. ايو. وبنشوفها. طبعا. اجملها برضو الاحداث التاريخية. لما كان بيحصل حاجة انا لزي ما قلت لحضرتك الهوية. الهوية. ان انا يعني كوني بحس بواجع اي حاجة عربية بتحصل. فدلوقتي زي مثلا قضية الشيخ جراح لما حصلت هي عدت سهوا كده. على الاجيال الاصغر. لكن احنا في جيلنا كنت انا فاكرة ان هي. بنتأثر اكتر على المستوى الانساني. بنتعطف اكتر. كنا كاطفال بنتأثر وشكلت في وجداننا بدليل ان انا اعادت كتابتها مرة تانية. وقلت ان زي العوالم الافتراضية دي جميلة عايزين ونعيش فيها بس انت موجود داخلها بشروط. حقيقي. تمام. حقيقي. فلو رفعت اضايا معينة او حاجة بيتم طردك برا العالم ده. طبعا. وانا شخصيا ضد العالم الافتراضي. يعني انا مش مش بحب التكنولوجي كتير. ومش بحب السخب الكتير في الالات وفي الادوات وفي التكنولوجي. يعني عارفة تحسي انه خدتنا من بعض ورجعنا لكم مرة تانية ولسه زي ما احنا في فترة التسعينات مع الكاتبة بريهان احمد صاحبة كتاب بقايا جيل التسعينات عام اتنين وتسعين عايزين اتكلم معاك عن بقية القصص ياريت يعني احكي لي شوية عن بقية القصص اللي انت كان بها في الكتاب هو طبعا انا مش هفتكرهم بالترتيب بس انا هقول مغزة طبعا احنا بقايا جيل التسعينات وضحنا ان هي بتتكلم ما بين الماضي وما بين المستقبل وبتتكلم عن العوالم الافتراضية وتدخلها في حياتنا ومجتمعنا في مثلا برضو فيلا 106 دي رعبة شوية هي متنوعة ما بين الرعبة والفانتازيا وزي ما قلت لحضرتك الطب النفسي ذكر بعض الامراض فيها ف فيلا 106 انا مقتبصة مش مقتبصة القصة او الاستوحية الفكرة من كتاب اسمه خراف الله خراف الله بيتكلم عن الارواح الشريرة او الارواح الشريرة المحيطة بالارواح الاسمة الارواح الاسمة اللي هي بتعمل بعض بعض الافعال اللي هي ليها علاقة شوية ليها علاقة شوية بالكبائر وما الى ذلك فمثلا زي مثلا ما اكون وقفة يعني قعدة وبكتب اي حاجة وسمع ان فيه خطوات على الباب فحس ان فيه حد بيوشوشني ان فيه حد هيخش او بعمل الفعل ده الخاطئ ومستمرية في فعل هذا الفعل الخاطئ وبحس ان فيه صوت جايلي من وراء ان هو بيقولي لا اكملي انت صح انت ماشي صح اللي هو الوسواز بنوعا اصح فالكتاب ده كان يعني استلهمت منه القصة دي يعني هو طبعا كتاب ديني بس يعني عجبني جدا وبعدها بفترة اتقصرت بيها وكتبت فيلا مياه وست اللي هي موجود هذه الارواح الشريرة والاسمة في الاماكن المهجورة المعزولة حب الشخص ان هو يعيش في هذه الاماكن برضو من الاسباب اللي ليها علاقة بالارواح الاسمية اللي تتكلمي عنا هديد خليني اسألك كانت ايه مصدرك كانت ايه مصدرك علشان تقدار يتعملي الكتاب علشان تقدار تكتبي قصص حقيقية هل كانت حياتك هل كانت حيات اسرتك جرانك صحابك يعني كانت ايه مصدرك هو طبعا ما فيش حد هيقدر يكتب من حياته لو هي حياته صغيرة قوية فمش هيقدر هيقدر يكتب ده بس احينا الواحد بيعايش قصص كتير مع ناس حواليه صحيح يعني ممكن يبس انك صغير بس ممكن تكون يشوفتي حاجات كتير جدا بالفعل والقراءة الكتير برضو لان لازم يبقى فيه مخزون لان كتابة بدون قراءة هو كتابة ينقصها الكثير لان انت برضو بتزودي المعجم اللغوي بتاعك بيبقى فيه رؤية العين لازم تشوف كتير مش تشوف فس افلام وسانمة ولكن الكاتب مش يعني الشخص العادي بيشوف اللوحة بشيء والكاتب بيشوفها بشيء اخر الكتابة ممكن سطر من القراءة استلهم منه قصص كتير فهي عشان كده يعني القصص متنوعة عملتي في كتابات متنوعة يعني ما بين الاسارة ما بين التشويق ما بين الرعب ما بين كذا حاجة الجزء نفسي يعني كان فيه كذا نوع من قوع الكتابات وتنوع من قوع الكتابات بالزبط كده والاماكن كمان يعني مثلا فيه قفر الشيخة سلمة الشيخة سلمة دي حد يعني يعني المفروض الناس بيعتبروها شخصية صوفية أو والية من الاولياء كان هيختصبها جنود من الرومان و نزلت ليها معجزة من السماء الناس بيعتقدوا كده يعني أنت متخيلة أني فيه مقام بيتم فيه موالد وذكر وفيه خدام عشان ناس بس لمجرد أن هي تحمل فتخش المقابر بالليل وهذه المعروسات يعني أو مثلا أنا فيه حد أزيني فعمله حاجة معينة وارميها في المقابر دي وفي القصة بتدور حوالين كده طبعا وفيه ناس كثيرة مصدقة في الحاجات دي للأسف بالتأكيد وفيه ناس بيصدحبوا معاهم أطفال المكان ده بالفعل أنا شوفته يعني الكفر الشيخة سلما ده بالفعل أنا شوفته شفته انتي بتحبي الحاجات الرعب بشكلك بتحبي أفليم رعب لا، خالص حقيقي ยيد تتريد رجع الفي cev through لا 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 والله أنا بخاف جدا لأنك معظم من تتريد الأفلام رعب بيخافه أنا بخاف جدا لكن هي أحداث وقعية فيه ناس تقذت منها والوهم نفسه ممكن يخلي إنسان عايش أنا تعملي حاجة فأنا هعيش بالوسويس ده أو بالوهم ده إيه أنواع القراءات أو إيه اللي كنت بتحبي تقريه فبالتالي كون عندك المخزون الثقافي ده أو كون عندك الشكل اللي انت بتكتبيه دلوقتي أنا بحب أقرأ كل حاجة بحب أقرأ في التاريخ بحب أقرأ طبعا في علم النفس أبو علم النفس طبعا سيجمان دفرويد ولكن بحب أقرأ جدا أنا بحب الكتب النفسية قوي جدا أنا كمان أنت حتى كمان من الكتب النفسية أنا ككاتبة بقدر أستخدمها في شغلي طبعا أقدر أعمل فايل للشخصية بوصفي ناقضة أيضا لأن أنا بحيث الدكتوراه في جامعة عين شمس فشغلي في السرد فده بيخليني أقرأ أكتر في علم النفس والشخصيات فيه سمات فيسيولوجية وفيه سمات نفسية يعني ممكن واحد يكتب الشكل في الرواية أو في القصة ممكن حد تاني يكتب النفسي فتتأثري أنت كقارئة بالتأثر النفسي للشخصيات وده بيبقى أعمق وبيبقى أقوى وبيبقى محتاج بحث كتير فالقراءات طبعا في كل حاجة سواء التاريخ أو الطبيعة أو علم النفس عشان أقدر أكتب عن الشخصيات أو حتى كمان التفاسير الخاصة بالقرآن لأنه ده بيقوي اللغة ممكن تستلهمي منه القصص طبعا طبعا طيب إحنا كمان عندنا تقارير عاملينه لي علاقة بأهم القراءات اللي كانت بتجذب جيل التسعينيات تعلي نشوف كده كانوا بيحبوا يقروا إيه وإحنا كنا بنحب نقرأ إيه مش هما فلاش المغامرون الخمسة رجل المستحيل وما وراء الطبيعة عالم كبير يرافقك في جيبك أينما كنت ويشكل وجدانك ويرسم حدود شغفك ومعرفتك إذا عشت هذه الحالة فأنت بالتأكيد من أبناء جيل التسعينيات لعبت سلاسل الجيب دورا هاما في تثقيف وتكوين وعي جيل التسعينيات حيث كانت نافذتهم نحو الثقافة والقراءة من منا ينسى سلسلة رجل المستحيل التي صنع منها الدكتور نبيل فاروق بطلا خارقا مصريا هو أدهم صبري الذي عشنا معه مغامرات شقية على مدار 160 عددا من السلسلة الشهيرة والتي انتهت باعتزال أدهم صبري عام 2009 ولو كنت من هواتي قصص الرعب فبالتأكيد تقاسمت ليالي الخوف مع الدكتور رفعة إسماعيل تلك الشخصية المثيرة للجدل التي قدمها دكتور أحمد خالد توفيق في سلسلته الفانتازية الشهيرة ما وراء الطبيعة حتى القصص المصورة المعروفة بمجلات الكوميكس ظهرت لأول مرة مع جيل التسعينيات عندما قدم الكاتب خالد الصفتي سلسلة فلاش التي خاطبت الصغار والكبار وقتها وحققت نجاحا كبيرا على مدار 80 عددا ظلت سلاسل الجيب أيقونة ثقافية مؤثرة في تشكيل فكر جيل التسعينيات حتى أنها ما زالت محتفظة برونقها في المكتبات المنزلية نشتاق إليها لنستعيد ذكريات الطفولة والمرهقة ونعيش معها من حين لآخر ساعات خارج إيقاع العصر الذي توارد فيه الكتب والمجلات خلف شاشات الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر نجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه من ورانا باريهان أحمد بنتكلم معاها عن كتابها بقايا جيل التسعينيات كان عندك نظرة للماضي سردنا فيها كده شوية تفاصيل وكان عندك نظرة للمستقبل أنك افترضتي أنه هيكون فيه كذا وكذا وكذا وافترضاتك وردة جدا أنها تحصل زي ما قلت لك أنا ما بقيتش متفاجئ خلاص من التكنولوجي الحاضر ذكرتي إزاي الحاضر نورتي الدنيا في إزاي شكله إيه كان الحاضر في الكتاب الحاضر أنا اتخصيت قصة اسمها حبال دايبة وقصة أخرى يبقى العطاء حدود إيه حبال دايبة بقا دي حبال دايبة هي كانت بتتكلم عايزين أمل دينا أمل حسن نحبال دايبة دي تتكلم عن الجواز المدني يعني فأيه بتتكلم عن أو بتتكلم عن قضية كبيرة أما يبقى للعطاء حدود اللي هي جدار عازل دي تم استلهمة برضو من مقولة ابن عطاء السكندري اللي بيقول فيها ربما عطاء يعني كان المنع عين العطاء يعني أحيانا المنع بيكون من ربنا هو عين العطاء أني أنت تكملي في علاقة ما وأنا خصيت ديها المرأة يعني القصة دي خصيت ديها المرأة وقد إيه إن هي بتضحي وقد إيه إن هي بتقدم وبيمنع عننا اللي هو شايفه مش خير لينا وبيبقى إنقاذ من ربنا ساعتها أيوة بالضبط كده فكان لازم أذكر فيها المرأة لوجودها طبعا وتضحياتها الموجودة في المجتمع وإن أي علاقة أي مع أن هي بتكون وين وين ما ينفعش إن أنا أدي وما أخدش طبعا وما ينفعش إن أنا أفضل أدي أدي وأضحي أضحي من غير ما التضحية دي يكون فيها مقابل أكيد لازم لكل شيء يكون فيه مقابل أكيد ولو ما فيش مقابل يبقى فيه تقدير على الأقل اللي بتعمل بالتأكيد على الأقل يعني لو مش هقدر أعمل زي ما اللي قدامي بيعمل على الأقل أقدر اللي بيعمله بالزبط كده فهي كانت تقدير للمرأة حتى أنا أهدتها لكل النساء والسيدات والفتاعات وإن ممكن تكون علاقة هي بداية جديدة لحياة أجمل وأحلى يعني فدي كانت من ضمن الحاجات اللي أنا ذكرتها يعني لي علاقة بالحاضر بالزبط كده ليها علاقة بالحاضر وليها علاقة بدور المرأة لأن هي المرأة مش نصف المجتمع من وجهة نظري ولا هي كل المجتمع حقيقي حقيقي طبعا هي الأم والأخت والبنت وكل حاجة وهي كل المجتمع بالزبط طبعا أنا سعيدة جدا أن أنا قابلتك النهاردة وعايزة بس أعرف قبل ما أختم معاك اللي جاي إيه بتفكري في إيه في اللي جاي يعني أنت خلاص لوقتي كتابك في معرض الكتاب والحمد لله يعني أن أنت أكيد حاجة حلوة ودي حاجة حلوة بالنسبالك إن شاء الله تحققي أكتر بس قوليلي بقى إيه اللي جاي بتفكري في إيه هتفضلي في قصة التسعينات والعالم الإفتراضي ووضح أن القصة دي برضو شغلة بالك شوية أكيد ولا ناوية بقى تبعيدي عن القصة دي وتتنوعي وتغياري خالص جلدك يعني يحكيلي شوية ناوية على إيه تمام هي المجموعة القصصية دي كانت زي بداية لحاجات كتير حبيت أكون فيها متنوعة حبيت أورلي القراءة إن ممكن أقدم شيء فيه حاجات متنوعة كتير حتى أنا مصبش بالملل فالإحساس دي يوصل أيضا للقارئ لأن كل ما بيحسه الكاتب هو بيصل إلى القارئ أما العمل الآخر هو مشروع أنا شغال عليه بقى لي سنتين هو رواية ويعني خلصت نصها أو فوق نصب شوية وإن شاء الله دي تكون لي وأنا مش حبة أن أنا يتم تصنيفي أن أنا بكتب رواية بس أنا بقدر أكتب قصة قصيرة وبقدر أكتب مصرح كمان والحمد لله يعني أتمنى المعرض الجاي يكون فيه روايتي إن شاء الله إن شاء الله وربنا يوفقك وسعيدة جدا أن أنا قابلتك بفريهان النهاردة أنا أسعد شكرا مرسي مرسي طيب دي كده نهاية حلقتنا النهاردة تكلمنا عن بقايا جيل التسعينات وتكلمنا مع فريهان أحمد عن تفاصيل كتير جدا وهي كاتبة طبعا بشكركم على حسن المتابعة ويارب دايما نكون عند حسن زنقكم وشوفكم في الحلقة اللي جاية إن شاء الله كان معكم رانيا السايد شكرا